السلام عليكم اليوم راح نبدأ في الدرس الرابع بنتكلمة في المرة اللي راحت على أسباب السمنة وقلنا أن الأسباب السمنة يعني أكثر سبب أن السعرات الحرارية اللي ناخذها أكثر من السعرات الحرارية اللي نحركها طيب شنو آثار السمنة؟ اليوم راح نتكلم على آثار السمنة بشكل عام من قسم ولا قسمين في عندنا الأمراض العضوية وفي الناحية النفسية بنتكلم بالتفصيل على الأمراض العضوية شل الأشياء اللي تسببها السمنة من ناحية الصحية يعني أول حاجة ارتفاع احتمالية الإصابة بالسكر واللي نسميها مترازمة الأيض أو ميتابوليك سندروم الحاجة الثانية الإصابة بالسكر من النوع الثاني في ارتفاع دهون بالدم بعدين هذه كلها تؤدي إلى أمراض القلب والشرايين في ارتفاع الدهون بالكبد مترازمة تكيّس المبايض اللي يعني في النساء بعدين تؤدي قد تؤدي إلى العقم عند النساء في قصر غذة التناسرية عند الرجال صعوبة في التنفس عند النوم اللي يسموه اسلي بابنية فيها الربو فيها شاشة العظام فيها الارتجاع المعدي المريئي اللي يسموه غاستوريزيفيك الرفلكس يعني لمنسان قاعد كده يحسنه بيرجع وما فيه كنترول طيب الناحية النفسية هذه يمكن يعني ما تكون واضحة بالنسبة للناس يعني إن الشخص اللي عنده زيادة في الوزن عادة يصير عنده او نظرتها لنفسه تكون مشوهة يكون مراضي عن نفسه هذا يعني من عواقب أن يصير عنده شخص كآبة مستمرة فيه اضطرابات في النوم صعوبات في النوم فيه آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية يعني النس صعب يواجه الناس مثلا لو وصل لمرحلة البدانة المفرطة يعني يحس بقلة ثقة في النفس فيحس أن الناس طالع فيه يحس بأنه صعب يتواصل مع الناس بعدين يصير فيه أمراض مثلا الشراهة أو الحرمان الاناروكزيا البوليميا اللي مثلا أحد خلاص ما يأكل ولا شيء أبدا لما يأكل يعني يحاول أن يرجع الأكل لأكله كل هذه الأشياء أمراض نفسية يعني تتعلق بالأكل طيب الوزن الصحي كيف نعرف أنه أنا وزني الحين صحي والله أنا عندي أوفر ويت يعني وزني صايد والله عندي نحافة أو بدانة يعني كيف أقيسهم الوزن التي تشعر معه بخفة في الحركة ومستوى لياقجي تشعر معه برضى عن ما تنظر للمرأة يعني مثلا الحين شخص رايح أنتج لقيته شخص في الجم يعني أنت معارف التاريخ حق هذا الشخص مثلا لست عنده زيادة وزن بس هذا الشخص مثلا كان في الأساس مرة سمين وبعد النظر هذا الوزن فهو في هذه الحالة راضي عن نفسه فهو ما يتعلق بالآخرين يتعلق بالشخص نفسه الوزن اللي يحس أنا مرتاح فيه يعني فأنت ما تقدر تحكم تماما يعني فيه ناحية علمية أنت تقدر تحكم فيها بس بشكل عام هو الوزن اللي الإنسان يحس معاه برضى عن نفسه اللي حس أنه حركتها خفيفة يعني سعيد مع نفسه ما يأثر على الهرمونات طبعا ولا على الناحية الصحية صحة القلب هو هذا الوزن المفروض نسعى للوصول لما هو رقم معين على الميزان أحيانا الميزان ما هو نقول إحنا بعدين الميزان ما هو ضد ضرورة يكون شيء يعني يعني يعكس لنا الحقيقة تماما لأن الإنسان أعمق من مجرد رقم على الميزان يعني هذه عندنا نشوف هذا الرابط عندنا وزارة الصحة هذه حساب مؤشر كتلة الجسم فبس نحط مثلا الوزن 55 مثلا طول بالسانتين نحط 160 فحسب كتلة الجسم طلع للنتيجة 21 وزنك طبيعي مبروك فأنت لا تعاني من زيادة الوزن ولست معرضا معرضا للأمراض الناتجة عن الكرغرومات الزائدة حاول أن توازن حياتك لتبقى في صحة دائمة هذه بتقول لنا زي الصورة اللي شفناها قبل شوي يعني أنا سهل بس أدخل على هذا الرابط وأجرب أنا أشوف وزني هل وزني أنا في المعدل الطبيعي والله وزني زايد والله وزني أقل فمثلا لو حطينا نفترض وزن مثلا 100 كيلو جرام ألا الطول 150 مثلا والوزن 100 بيحسب لي بيقول لي سبنة مفرطة 44 هذه أعلى حاجة أنت تعاني من السمنة والبدانة أنت حقا تحتاج إلى مساعدة نفسك وحقا بحاجة القيام بخطوة سريعة لمعالجة السمنة والبدانة وأن الخطر الذي يهدى صحتك وحياتك مرتفع جدا اتصل بطبيبك وأبدأ هذا الموقع من وزارة الصحة يعني لفتها جميلة جدا أنت قبل ما تبدأ البرنامج أو كذا الحين أنت مثلا تشوف هذا البرنامج اللي نحن قاعد نشوفه فسهل يعني بس تشوف الوزن والطول وتحسب كتلة الجسم يعطيك indication أنت وين أنت عندك نحافة وزنك طبيعي وزنك زايد يعني عندك بدانة أو بدانة مفرطة أو مجرد سمنة يعني فهذه بداية طيبة يعني وكذا بنختم درس اليوم احنا عرفنا كيف نحسب كتلة الجسم